موسيقى موسيقى استنى هنا ملها المخنوقة دي عالصب مادام في واحد برا عايزي قابلك بيقوله انه بتاعي الطيارة واسمه عمر صلاح وده الكرت بتاعه بقى له كتير برا؟ لا لسه واصل طيب روحي انا هخرج له بنفسي اوكي موسيقى لا مش مصدق اخيرا اهلا 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 بيك استكل ايه اللي اخرك علينا كده؟ مش ايخل والله طب تحب تشعب حاجة الاول ولا تعين الاول لا اعين طبعا اهم حاجة حضرتك في شغلي هالمعينة اوكي زي ما تحب تعالوا احنا نبدأ بقط المساج نبدأ بالمكان قطة اه؟ المساج ايه؟ عمرك ما عملت مساج؟ شوف السيادتك مفيش حسن من القربة السخنة وورق جراد عالسدر لا المساج حاجة تانية ايو حاجة تانية ولا تالتة بس انا عاسل سؤال انت هتحط كاملات للناس هنا ويقلعة كده بتاع المساج؟ لا طبعا اللي بيحصل في قط المساج عندي ما يفعش يتصور خالص دي اسرار زبايا امال احنا هنا ليه؟ بفرجك بس 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 يا ايه بس؟ ما كنتش عارفة ان انت غالي قوي كده ما هو الغالي للغالي ولعلمك بقى دي احسن كاميرات موجودة في السوق وبيني وبينك مش هتبني مكلفة المصاريف دي كلها وتبخالي بكم ألف في الآخر يعني مش حكاية فلوس بس انا كنت تموعنا فكرة ديسكاونت يعني؟ اه ديسكاونت ومالو نغير نوعا بكاميرات هتحسبلك فرق السوق لا 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 انا عاوز احسن حاجة زي ما قلتلي ما انت متشبطنيش في حاجة وبعد انت ابعتني في حتة تانية طب بص احنا نعمل اتفاق ومالو انت تعملي تخفيط حلو كده على زوقك وانا اعملك هنزي هنا اشتراك جادو مني ليك اشتراك؟ مم؟ تبقى منبر هنا بقى ايه؟ عضو هنا عندي واول كرسة ببلش انتو بتدوا هنا كرسات؟ اوما ليه؟ لغات ايه؟ لا مش كرسة لغة الكرسة عندي هنا في حمام بخار حمام مغربي حمام تركي اهم حاجة عندي خروج الحمام يبقى زي ادخوله عسل عسل يا عمر عسل انا برضه انت يا عم انت؟ يلا خط الهدوم تعال افتح الباب سبا اله يولاد الكلب يا الان يا الان يا الان يا ناني الان يا الان انت يا اما انت؟ حمام خط الهدوم?... انت حعام خط الهدوم تدعك عليها؟ يا الان يا الان спrut انت مع Sans يا الان الان ها عفيرش الخات سوريح في متنهيج بشي جعون مقاز حميش عود في يوتير انلي يا عفيريم التايو دي حشلهم قول لي يا عادي يا اسمو الشيخ هراهف ما اتصلتش ليس يا رياسة ما اتصلتش حاجة غريبة يبقى لها مدة ما جاتش هنا من ساعة لما جات مع صاحبها الشيخ ده طب لما تتصل بقى خدني امرتها والله ما انس يا رياسة قلت لي الحكاية دي بدل مرة عشر عشرين وتلاتين اقولها لك كمان انت نسيت نفسك ولا ايه على مش عارف انا مين عارف يا رياسة خل صاحب المكان لا حبيب انا بعرف حفص الكويس خلوا دي هناك في البيت عند امه اللي هي اختي انما انا هنا مدير المكان بصي بقى ابنت الناس انا الليلية في اللف ولا في الدغراء لان الدغري مفيش حسن مني انا بصراحة في حاجة خل ايه في حاجة انت يعني جيت عادت وسطينا كده من غير اللي احمل اتسطور يعني ايه كان لازم اخبط قبلي ما ادخل خالي خالي ايه اقوم يعني ايوه اخال اقوم مش عايز تقعد معايا صح ماشي كنت نور اللامبة الحامرة عشان ما ادخلش عليكم فجأة كده اوه انت من اهله اخيات ما امتلاقش تسبح الاخير هههههههههههههههههه كل بنقول لي انت مقلتش حاجة خالص على فكري وانا الحقت ما شفتش خالي جينات وسطينا ازاي بس منحس الاولة انا عايز اقول الاولة بصي بقى ستي أنا بصراحة كده سني ما عادش يسمح لي أفضل عازب أكتر من كده وده اللي خلي أنا فكر في الزوجة الزوجة الصالحة اللي تملي عليها حياتي الحقيقة قدب يكوكسوفك دول هم اللي شدوني ليكي ها قلتي إيه بس أنت متعرفش عني حاجة خالص على فكرة ما أنت هتقولي هو الفضل يا ستي أنا سبعي طب عايز تعرف إيه كل حال كل حال وخصوصا الصراحة علش ده ناسة أقل حاجة ممكن تتعكروا عشان نبقى على نور وصراحة بابا وماما متوا من سنتين على طريق السويس وهم راجعين في إجازة من عارتهم في السعودة وخدتوا تعود نعم قصدي يعني الله يرحمهم تكملي أنا أصلا كنت في بيت عمي ومرة عمي كنت بدارس وقتها في معت سيحة في آخر سنة ولما حصل اللي حصل بها أمري طبيعي أن نعيش معيهم عشان ماليش غيرهم عمي طيب وحنين لكن مرات عمي هي العربة وحطيني في دماغها ولولا أن عمي كان بيقفلها كان زمان عم طلعها عيني ليه ونهار لا أحاول ولا قوة إلا بالله الدنيا فيها بلاوي كلها معنى تخلص مني كل شوية يجيبلي عريس بس الأشكال اللي بتجيبها تسدي النفس تخلي الواحدة تنطول أنها تتجاوز بصي يا كل حاجة في الدنيا اسم ونصيب وإن شاء الله إن شاء الله يكون فيه اسم ونصيب بني وبينك أعلى أقل أنت تخلصي من الهم اللي أنت فيه وأنا ربنا يكرمني بالزوجة الصالحة اللي تراعيني في مالي وفي عرضي والله يا ابني يبقى عين العقل واه الجواز نص ديني أمه ألحل أجيبلي عائل ولا تنين من نفسي يا سيد ربنا هتنملك على خير ونوي على إمتى إن شاء الله خميس الجاي بأمر اللي هي كده نروح لهم كلنا بربطة المعلم ما أقولها كامل بالسرعة دي مش لما أجيب الشقة الأول أجيب شقة ليه ما شقة موجودة طب يا ابني مش كنت تقول لنا إنك جبت شقة ما إحنا أهلك برضو نفرح لك ما أنت عارفة كامل يا أمه طول عمرو بيحب المفاجآت سافر فجأة ورجع فجأة وهتجوز فجأة في الشقة اللي جابها فجأة انتو بتعرف إيه؟ أنا ما أتكلم على الشقة دي الشقة دي إزاي يعني؟ أنت عاوزت تجوز هنا يا كامل؟ طب ما عمر كان متجوز هنا وأنا كمان هتجوز هنا وفي نفس القوضة اللي كان متجوز فيها ولا أنا ابن البط السودة؟ من غير ما تحدف دفش بس من بوقك عمر كان متجوز في القوضة دي عشان أنت كنت مسافر والبيت مفوش غير أنا أمك لكن دلوقتي أنت وعمر قاعدين في القوضة دي يبقى تتجوز فيها إزاي؟ يا ست يا عمر كده كده بينام في قط البلكونة المتقفلة بتاعتك وإنت بتنامي مع أمك وبعدها مش بأخذ رأيك عشان كل واحد فيك ويطلعني بكلمة ده ميت أبويا؟ أنا زيادة من كترة مقوة بتاعلكم أنا ليه في البيت ده زيكم وزيادة؟ قرش بس أنتم اللي طلعتوني من الحزبة بتاعتكم وأنا طلع عيني بره عشان نجيب القرش بتطفح الدم أصباحة لخير موسيقى 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 ليكيذ؟ ستلو تجيبو